نروح مع حضرتك اللي كان اجتماع النهاردة اعتقد اجتماع مهم جدا كاتحاد الكورة باجتماع معظم الأندية اللي كان متواجد أو المتواجدين بصراحة كان موجود أستاذ طارق أنديل كعضو مجلس إدارة النادي الأهلي منذوب عن النادي الأهلي كواليس الاجتماع ده ازاي وحتى القرارات اللي طلعت انت حضرتك شايفة ازاي وبيتقدرها هل ده في مصلحة الكورة المصرية في الوقت الحالي او كان في بعض النقاط اللي حضرتك شايفة انها كانت ممكن موضوع الضغوط ده يتحل بشكل أو بآخر بص هو اولا طبعا يعني كان اختيار الأستاذ طارق أنديل من جانب مجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب تم تكليفه بانه يحضر رجزة الاجتماع نظرا برضو لنجاحات طارق أنديل في حضور مثل هذه الاجتماعات هو بيمثل النادي الأهلي وبيمثل أكبر الأندية المصرية وبالتالي الحضور يحتاج إلى يعني أي حد من مجلس إدارة النادي الأهلي حيكون على مستوى أنه هو يمثل النادي الأهلي ويمكن قبل كده برضو حضر أستاذ خالد مرتاجي ويعني قصد أنه عندك الكوادر في كوادر طبعا في كوادر إدارية وتستطيع أنها تحضر خلينا نحلل كده سريعا النقاط أو النتائج لهذا الاجتماعات نمرة واحد أن الدوري هيخلص يوم 30 سبتمبر إن شاء الله دي نمرة واحد نمرة اتنين أن ضغط المباراة كل 72 ساعة هيكون في مباراة ده بيضغط المباراة الحاجة الثالثة أن تمساكت الأندية بعدم اللعب في بطولة كاسماص في دور الثمانية ودور السبتاشر بدون اللعيبة الدولية بالنسبة للمنتخب اللومبي أو حتى المنتخب الأول والجزء الآخر أن في خلال مشاركة المنتخب اللومبي في أولمبيات إن شاء الله توكيو حيكون في بعض التأجلات للأندية اللي عندها عناصر متواجدة مع المنتخب اللومبي شفت التحليل أربع نقاط دول شوف أنا أول حاجة في الموضوع تلفت النظر أنه الاجتماع اللي دعا إلي اتحاد الكورة أو اللجنة السلسية برئاسة كابتن أحمد مجاهد شيء جميل أنه الاتحاد يناقش مشاكل اللي بيواجهها مع الأندية يعني ده اللي إحنا بنتمنىه حتى مستقبلا لما يبقى فيه ربطة دوري المحترفين أنا بقول أن هي بروفة كويسة اللي التعامل مع الأندية ما هو أنت النهاردة مش هتاخد قرارات تتطبق على ناس هم أساسا الأطراف صحيح يعني أنت النهاردة هتاخد أي قرار افرد الأغلبية اتخذت قرار معين يناقش إنما أنا مع النتيجة اللي وصل إليها المجتمعون بأنه الدوري يستمر ده ما فيش كلام لأنه مسألة الغاءه دي مسألة من أخطر ما يكون لأنه أنت لو لغيت الدوري أنت بتهد الكرة المصري ولنا تجارب سابقة المواسم اللي ألغي فيها الدوري أنت بتعاني واخت بالك وللوقتي عندك سبونسر وعندك فلوس يعني هتخسر في جميع النواحي على رأسها الناحية الفنية ثم الناحية المالية والشركة الرعية والكلام ده كله ولذلك أنا بقول أنه أهم القرار هو استمرار يعني القضاء على إشاعة أو نغمة فكرة أن الدوري ما يكملش وحتى لو الدوري إحنا بقالنا مسلمين الدوري بيطول جدا بس أنا بشوف أن هي ظروف خارج إرادة أي حد وآخرهم كانت الموسم اللي فات أو اللي هي الكورونا محدش يقدر يعني يقف قدام في دول لغت أصلا فمعنى نجاح الاتحاد الكوروة المصري والأندية المصرية في استمرار المسابقة ده في حد ذاته كان شيء كويس جدا بالنسبة لإنهاءه تحديد موعد اللي هو 30 سبتمبر للنهاية أعتقد أو الانتهاء المسابقة أعتقد أن ده معاد مناسب وإذا حتى لو هيبقى فيه ضغط للمباريات يمكن إحنا برضو كابتن بنشوف سواء في الدوريات الأوروبية أو في البطولات القرية الأوروبية فيه شوية ضغط في المسألة دي ومع ذلك على التوب تيمز يعني اللي بلعبوا البطولات الأوروبية لأنه هو ده قدرهم الفرق اللي هي بتشترك على المستوى القاري والمستوى المحلي طبيعي ده أنه هو بيلعب على البطولات فلازم يبقى جاهز وأعتقد أنه اللجنة الثلاثية برضو مع بداية التولية المسئولية قدت مساحة في القيد وكمان قدت عذر للأندية اللي هيبقى عندها إصابات كورونا قللوا العدد يعني ما معناه أنه اللجنة الثلاثية بتقدر ظروف الأندية وهي النقطة دي الأساسية وهي نقطة التعاون بين اللجنة اللي بتدير كرة القدم وبين الأندية يعني مش بتعمل حاجات تعجز الأندية لا بالعكس في نوع وده درها الأساس أنها بتحاول بقدر إمكان تنظيم البطولة بشكل جيد وكمان مساعدة بعض الأندية طب لو خدنا من مساعدة بعض الأندية كان طبعا كان في بعض الأندية بتشتكي أو طلبوا أنه هم موضوع المسحة دوات أنه بيتكلف كتير جدا وبالتالي حاولوا بقدر إمكان أنه هو اتحاد الكرة أو اللجنة السلاثية تتحمل هذه المصاريف ولكن لظروف أن على لجان التفتيش أنه ما ينفعش أن أنا أصرف فلوس على حاجة مش موجودة في اللايحة يا دي اللي يحسمها حاجة واحدة بس أنه يبقى فيه اتفاق دي الحاجة الوحيدة اللي تخلي اللجنة السلاثية أو اتحاد الكرة يتحمل تكاليف المساحات أنه تبقى وزارة الشباب والرياضة متداخلة في هذا الأمر بما أنه عودة الدوري كان أساسي فيها اللي هي المساحات اللي هي مراعاة الإجراءات الخاصة بكورونا بالضبط فلو الوزارة نجحت في ده أو عملت ده مع الأندية مع الاتحاد بحيث أنها تقع فيه اتحاد الكرة من المسئولية القانونية لكن طالما أنه يبقى فيه مسئولية قانونية على اتحاد الكرة أعتقد أنه ما ينفعش بقى طالبه أكيد بالضبط وبعدين اللي احنا عرفناه أن الأندية ماضت على هذا يعني عارفة من أيام اللجنة الخماسية عارفين أنه التكاليف على الأندية وقدرهم كمان اختيارات يا إما بي سي آر يا إما الرابيد تيست يعني عند الأندية عندها اختيارات عندها بعض الاختيارات لكن أنا أتصور لو الموضوع يبقى فيه مشكلة لبعض الأندية أن الوزارة ممكن تتحمل شوية عن طريق إعانات معينة عن طريق شيء لبعض الأندية اللي ممكن يكون عندها مشاكل مادية